أعلن الناخب الوطني وليد الرجراجي صباح اليوم الخميس عبر الموقع الرسمي للجامعة عن لائحة المنتخب التي ستشارك في المبارتين القادمتين أمام القابون والسطو في آخر جولتين عن التصفيات المؤهلة إلى كان الفين وخمس وعشرين وعرفت اللائحة غياب حاكم زياش للمرة الثانية تولينا عن قائمة الأسود ما يثير التساؤلات حول الأسباب وراء إبعاد العميدة السابقة للمنتخب الوطني رغم عودته إلى صفوف فريقه غالطة صريا التركي بعد تعافيه من الإصابة مع العلم أنه لم يشارك رفقته في المباريات الأخيرة وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فرضيته أن يكون حاكم زياش قد بات خارج حسابات المنتخب الوطني بفعل تدوينة له عبر خاصية الأنستغرام والتي تضامن فيها مع الشعب الفلسطيني مع مهاجمة الحكومة المغربية لعدم تضامنها هي الأخرى مع الفلسطينيين وأرجع البعض السبب وراء هذه الفرضية إلى أن وليد الرقراجي ظل لفترة طويلة مدافعا عن حكيم زياش حيث كان ينادي عليها رغم غيابه المتواصل عن صفوف فرقه سواء تشيلسيا الإنجليزي من قبل وقل تصريف فريقه الحالي فهل بات زياش خارج حسابات المنتخب الوطني سؤال ستتأكد إجابته في قادم الأيام خاصة مع اقتراب كاسي فريقيا بالمغرب